دولوستوب هو واحد دواء مضاد للألم أسخنة يعني هذا الدواء الحريق أسخنة هذا الدواء دولوستوب فيه مادة باراسيتامول وهي مادة مضادة للألم أسخنة كما قلنا كان على عدة جروعات كان ديال 500 ميلي جرام كان ديال 1000 ميلي جرام وكان لأقل بالنسبة للأطفال دواعي الاستعمال ديالو كي تستعمل بزاف ديال الأغراض مثلا الألم ديال الرأس ولا السنان ولا الألم ديال الضهر ولا المفاصيل ولا النزلة ديال البرد وكذلك الألم ديال الحيض عند النساء فالفعالية ديالو كتتفاوت على حساب كل ألم وعلى حساب كل شخص موانع الاستخدام مش كل مخصوش يستعمل هاد الدواء ديال دولوستوب اللي عندهم حساسية من هاد الدواء يعني فايت لهم شربوا دواء دولوستوب أو لأي دواء فيه باراستامول ووقعت لهم حساسية فمن الأفضل ما يعودوش يشربو هاد الدواء وكذلك الناس اللي مراد في الكابد ديالهم يعني عندهم مرض في الكابد وكيتعالجوا عليه حيث هذا كيزيد اغضر شوية الكابد والناس اللي عندهم اجتفاف يعني ما كيشربوش مزيان تروية ديالهم ناقصة ما كيشربوش بالكمية الكافية يوميا مخصوش تاهم يشربو هاد الدواء وحتى اللي عندهم سوء تغبيع يعني ما كيأكلوش مزيان فمن الأحسن ما يشربوش هاد الدواء ديال دولوستوب حتى يستشرو الطبيب ديالهم الإحتياطات اللي خاص يدير الواحد وهو كيشرب هاد الدواء خصو ما يتجاوزش تلت يام وهو كيشربوه إلا كانت فيه سخانة وخمس يام إلا كان فيه الألم يعني إلا كتشرب هاد الدواء باش تحيد سخانة وتلت يام ما زال ديك سخانة ما بغتش تهبط فخصك ترجع للطبيب وما تكملش في هاد الدواء حيث يقدر يكون كي يدرك وما كينفعش وكذلك إلاك انت كتشربوه على حساب شي حريق وفتي خمس يام وما زالك الحريق ما بغش يمشي فما تستمرش في الشرب دياله ورجع لطبيب ديالك باش يقولك شنو غادي تدير من بعد وما تكترش بزاف من هاد الدواء تاني حاجة وهي أنه مخصكش تشرب هاد الدواء مع أدوية أخرى فيها باراسيتامول علاش حيتي لخلطي مع واحد دواء يدخل فيهم باراسيتامول في نفس النهار فبحلي لك بضاعف الجرعة ديال هاد الدواء شنو هما الأدوية الأخرى اللي حتى هما فيهم باراسيتامول وما كينتابهش لهم الواحد كين أدوية بحال طبعا اقترو يكونو شي أدوية أخرى ما تفكرتهاش فيها مادة باراسيتامول فخصك تنتابه حيث هذا بوحدو كافي للجرعة اليومية ديالك ما تزيدش دواء آخر فيه باراسيتامول باش ما يوقعش واحد المضاعفة ديال الجرعة وتهلك الصحة ديالك وخصوصا الكبدة ديالك بالنسبة لهاد الأدوية كين نعلي فيه قرص فوار يعني كيدوب في الماء هادوك اللي كيدوب في الماء كيكون فيهم السوديوم يعني الملحة الناس اللي كيداويوا على التانسيو من الأحسن ينتابهوا حيث داك الملحة اللي كين في ديك الحبة اللي كالدوب ممكن تطلع لهم تانسيو الجرعة القصوى اللي يقدر ياخد الواحد يوميا هي ربعة جرام ومن الأفضل يعني ما يوصل لهاش إلا كان ثلاثة جرام التحت فمن الأفضل ما يوصلش لربعة جرام حفاظا على الجسم دياله أيضا الناس اللي عندهم فشل كالوي قصوي يعني عندهم واحد الفشل كالوي كيديروا عليه الدياليز ودك الفشل متقدم بزاف وهلك ليهم الصحة ديالهم من الأفضل ما يفوتوش ثلاثة جرام يوميا وخصوهم يفرقوا بين جرعة وجرعة بثمانية ديال السوايع عوض أربعة ديال السوايع اللي كتتعطى للناس العاديين اللي ممراضين ش بالكلاوي شنو هما الآثار الجانبية اللي ممكن يسبب لي هاد الدواء يقدر يسبب حساسية في الجلد كما قلنا ولا في الصحة يقدر أنه يقيس لي مثلا الكبدة ويأثر عليها خصوصا واحد الهرمون ديال المناعة اسميتو غلوتاثايون فهاد الهرمون كينقصي لكترنا بزاف من هاد الدواء ديال دولوستوب او لا اي دواء فيه باراسيتامول كذلك ممكن انه يهبط لي المناعة شوية بحل الكوريات البيضاء والصفائح كينقصهم واحد شوية ولكن هادي حالات نادرة وهاد النقصان ديال الصفائح اللي كنقول لهم ممكن يبانوا إلا كنتي مثلا كترعف ولا الحم ديال السنان ديال يعني اللتة حتى هي كتنزف فهاد الرعاف وهاد النزيف ديال لتك يدل على أن الطلاكات عندك يعني الصفائح عندك ناقصين إلى لحظة هاد العلامات من بعد ما بدتيك تشرب هاد الدواء فيقدر يكون هو السبب وترجع لطبيب ديالك دير تحاليل باش تأكده هو غادي يقول لك شنو غادي تدير يا إما تنقص الجرعاء ولا تبدل الدواء ولا يقول لك شي إجراءات قادمة مناسبة لك كانوا هادوا معلومات مختصرة حول دواء دولو ستوب نتلقى إن شاء الله في فيديو قادم منا ألف السلام